ازاي ايكم اخباركم ايه يا رب تكونوا بقى فقير واهلا بيكم في حكاية جيجي وفيديو النهاردة داخل بيت كله اجهزة رائعة يمكن اول مرة تشوفوا الاجهزة لتشوفها نهاردة دي الفيديو ده ممتع جدا 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 في حاجات بتحسي فيها بجد وانت بتتفرجي باستمتاع بتتغير جدا بيتك وبتغير مولك حتى متفرجي وصيقة جزها على وصول بقى فاشوفوا الاستعدادات في البيت بترتب البيت ازاي بترتب حتى السرير اللي بساها شوفوا بقى هنا المكنسة الامر دي الفيديو ده من اروع الفيديوهات لحضراتكم ممكن تشوفوها يريد تحطونا لايك للفيديو والاول مرة يشوفنا في القناة يريد تشترك معنا تستفيدي بقى على عروسة بجهزة او تستبيت بجديد بيتك او حد غاوي ترتيب وتنظيم الفيديو ده رائع بكل تفاصيله والاول مرة يشوفنا في القناة يريد تشترك معنا ونبدأ بلايك امر منكم نقول بسم الله وشكرا على الناس الجميلة اللي نورتنا في القناة في فترة الاخيرة وتعليقات الناس الاجمل تعموكوا طبعا بتعلقاتكم هو اللي هيكبر القناة ويجعلنا كمان أنا صراحة بقى سعيدة بتعلقات الناس فيه ناس جميلة جدا بتعلق تعلقات حلوة بصوا هنا بقى الحاجات اللي هي بترتبها في البيت الأجهزة شايفين المكنسة دي تحفة كمان هنا بتلم الأطربة من الجوانب كده دي بقى مكنسة يومية كده عليها بس شوفوا جمالها هنا دي مسحها للإزاز المروحة دي رائعة خاصة الأماكن بقى دايقة وغضت راحة الحمام راح سن العوزة اللي بقى فيها وشوف الحمام هنا برضو الفراش دي تحفة دي كمان عاملت شكله دكوري من الورود اللي يبتل دائها دي ولي بتاع الشاور وبيدي تحفة دي المنديل عشان دي عمالت بقى شوفيه مائية بتبلها او كده منظمات رائعة شايفين دي بتعمل البصل تحفة كل المنظمات دي يا بنات والأدوات المنزلية لحضراتكوا اتشوفها موجودة على مواقع البيع اونلاين امازون وعلي اكسبريس وجميع انا هتطلقوا اللينكات بس النوق الوصفة تتغطي بس على اللينك تختاري دولة بتاعتك واللغة لان كل دولة والمنتج سعره بيختلف فيها وان طبعا افضل تحطي طبعا لدولة بتاعتك تنزلي الابليكيشن عشان تقدري تغرفي السعر وتشتري وتشوفي الشاحن يبقى زيه بسو دي برضو حلوة اوي المكان دي هوريكو اللي حصل دقاءة في الفريزر بس في فيديو تاني منفصل دايما المنظمات هعرض لكم اكتر من منظم هي شرياء بتنظم الدنيا جدا في المطبخ فكمان منظم ومعاقم في نفس الوقت تفاصيل تحفة اشوفوا العشاء بقى والمروحة الصغننة كل حاجة عندهم بنظام شايفين شكل الترابيزة اللي تحفة ده بصوا زي مبخرة كده بطور معينة ويحطوها عتم الاسترقاء وشايفين المنظم ده كمان هي خطة هنا فيه المشروبات كلها بصوا ده تحفة المشروبات بقى التقنى وبمن الكاتل نفسه لشكل تاني من اشكال المنظمات حتى كل الاشوزات فيها بصوا الكراسي سخونة نيبتوريني قدي ايه جامدة ده المنظم للأدفات المنزلية ما تستعجلوش بقى انا هوريكو هي بتفتح وشارية الحاجات دي بتعرضها لنا بصوا ده بقى حلوة قوي هي عامنا لابنها بصوا بندق كلنا وحنا بنحاول نالزة السلوتوب ببطلعش من هنا بصوا المكان دي بتحط فيها وبطلع بالشكل الامر ده ايوه شايفين عامل ازاي هنا الاستكارات اللي فيل بها الاضرف او بتفتح الاضرف بالطريقة دي خطامة هي كمان بترنا كل الاجهزة اللي هي جاباها للحاجات المكتبية حلوة قوي ده للشواحن مشايفين بقى النظام كل الحاجات دي يا بناك كمان مرش متسألون كتير صندوق الوصف على امازون وسوق دوت كوم وعلى جوميا دي طبعة جديدة هي جيبها من التلفون طحفة طبعا اولا حجمها والسلاسة والشكل كمان الدكوري من التلفون بيضع كل اللي هو عاوزه اعتقد في بيوتنا هتسايل جدا جدا للولاد في المذاكرة والبراقصات والكلام ده هتتعمل هنتوفر وقت كتير جدا برضو هنا بنبع كمان الصور اللي هو عاوزه بصوا ومنتهى السلاسة كيفين فلاشة صغننة جدا يعبولك انا بتاخدش مساحة حتى كل تفاصيل الفيديو دي امره والوقتي هنتفرج كمان على كمية الادوات المنزلية اللي هاشتري يوم خزناها بصوا داخلها من بيت دا وشوفوا يومها باجئ ازاي لما اروح جنبها العصير المنزل بتاع الشوزات بصور بتاعي من عصير بقى بسواني كده يعني ممكن تعمل لي دا اخدي بقى معاك العصير بتاعك الخاص بيه حلوة قوي عاجبني دا دا دريسينج كده زواندن بس حلوة قوي بكرته وكمان هو جاهز على بعضه كده بصوا منظمات البيض دي حلوة قوي للبيض تخلصي الرف نفسه بيخلص وترفع طبعا المروح اللي فوق اللي تجز حلوة جدا بصوا دا بيشتغل بالبخار بتساوي فيه اكتر من اكلة الكهرباء دا منبقى الجمال دا منظم للبكوليات دا من جهزها بتحط فيه لعب ولا دا الحاجات الزيادة كل انواع المكاني الزيادة معوجودة دلوقتي وتحفى في الاستخدام قد ايه بتبصوا كمان هي تمسح الحواقق بالمساح اللي هي اليومية اللي بستخدمها دي البيض بسم الله من شاء الله بيلمع من نظافة والمكوى دي بتحشك دي مكنسة بتنظف بيها المفروشات طبعا اصح لها يكون كل الكمية دي عالسرية بسيب تورينا يعني دي المكوى بصوا الستاند دا اللي في المراية المراية دي وخطة وراها ايه الواقوين ادوات نظف الحمام وتعمله بالطريقة دي كده اكتر من شكل المروحة بصوا بقا استمتعوا بالفيديو اللي هيحصل دا جوزة خرج جايبة مفتاح جوزة سرية بصوا بسم الله من شاء الله شايفيني الكميات دي نفتحها دلوقتي ونشوفي شارع كمية اجهزة منزلية رهيبة جلوة جدا دي المساحة اللي شوفنا ده الكورسي دا الهزاز برضو جايبة هي برضو كل الحاجات دي اونلاين دي المكناسة والقوة الشفط بتاعها نعرض لك كل الحاجات اللي عرضناها بالفيديو دي بتفتحها من الاول دي بتلم كل الاتريبة بتتنظف بالطريقة دي وده المنظم اللي عرضتنا في الاول نفتحنا شوف هنا ايه ايه وده بتاع الشواحن المشاة دي كمان امر شكلها كمان والقوطة اللي فيها ده زي كمود بينوره وبيشحنه بتخزيني في حاجاتك دي اكتر من استعمال وده المنظم بتاع اللعب اهو كنتم بقى ياريت رأيكم في الكومنتات في النوعية دي من الفيديوهات هل بتحبوها هل بتستمتعوا انتم بتتفرجوا عليها الفترة دي هي حاول اركزكم في كل الادوات المنزلية الجديدة وده المنظم ومعاقم في نفس الوقت بحلو اهو فكرة ان هو بيعقم من الاشياء بوز ده بتحطه في التلاجة لو التلاجة فيها روائح بحش كل الروائح اللي فيها وده بيغلب كل الاكل طبعا ده طحفة عزيني ما ابرحتك الفريزر ده من الحاجات اللي عجباني جدا خاصة ان هي ادوية مش كهربائية فتحفة طبعا كلنا عايزين شوحنا من الادوات المنزلية دي نفس اللي هي عرضته ده بتوصل كل بيت حد ابننا دي المراية بتاحها من الاول خالص اه لو وصلت معانا للفيديو للجزء ده يريد تدعمنا بلايك وتعليق امر من نك